أنا أجلت لك حوار بس هو ده السؤال بقى يعني حتى مع الجسوسة انشراح وانت بتتعامل معها تبهت لها منديل يا جماعة امسحوا دموعها بتتعامل معها بهدوء شديد جدا يعني لازم تاخده على حجرك في الأول وتخليه يتطمن لك وانك مش أنا مش جايبه هزقه ولا استعرض معلوماتي ان انا معلوماتي احسن من معلوماتي ولا انتصر علي بالقاضية لا يعني ايه احنا تعلمنا من الاسجة اللي علمونا يا استاذ وائل ان الضيف اهم منك ضيفك غفير شويش وزير هو المهم هو البطل مش انت هو البطل وده من الاذاعة من الاذاعيين اللي علموني في بدايتي سيد طهر ابو زيد سيد طهر ابو زيد كان ممكن ياخد اي رجل في الشارع عادي جدا ويخلق منه بطل الحدوتة او بطل الحلقة كلها يعني دي موهبة اه امال فاهمي واستستي في الحوار كانت برضو تستطيع انها تنزل الشارع وتقابل حد وتخلق من الحد ده حدوتة مش مش مجهزاها ولا موضباها يعني اه انما تصنع القصة اه اه في اي لحظة بالزبط كده فضيفك لو انت حسيت دائما ان ضيفك ده اهم منك وان المتفرج اللي قاعد قدام الكاميرا ده عايز يعرف حاجات عنه مش عني عايز يعرف اكتر معلومات عنه هو وبعدين كانت الاستاذة العظيمة تمادر توفيق اكيد انت يا عصرتيها طبعا كانت دايما تقول لي اه حط نفسك مكان المتفرج اللي قاعد في البيت عايز يسأل صباح ايه الستة عايزة تسأل صباح ايه عاملة ايه في وشها البنت عايزة تعرف فستين صباح بتوديها فين الشغالة عايزة تعرف مش عارف ايه الستة دي اللي اتجوزت 14 مرة ولا بتاع ده بتلاقي العرسان في كده يعني فانت تسأل اللي في البيت دول عايزين يسألوا صباح ايه اه اسألوا يبقى هنا المزيع ينوب عن كل المشاهدين بالضبط وكل الاسئلة التي تدور في اذهانها ايوة صح احنا كان حظنا حلو بقول احنا برضو لان الاسلزة اللي علمونا كانوا عزماء جدا 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 احنا لكو احنا لكو